على وقع أصوات النشيد الوطني يعلن بداية اليوم الدراسي في مدرسة 7 يوليو بمدرية صالة شرقية عز هنا يتوجه التلاميذ كل صباح لخوض يوم جديد في العملية التعليمية متجاوزين الواقعة إلى المستقبل مهما كانت الظروف في طلاب كثير المدرسة هذه أقرب لهم ولكن بسبب أنه لا يوجد خدمات داخل المدرسة الطلاب توجه إلى مدارس أخرى تحتضن المدرسة أكثر من 200 طالب وطالبة تسرب ضعفهم بسبب عدم بعض الاحتياجات والخدمات كتلك التي دمرتها الحرب من مرافق تعليمية نقص الكتاب المدرسي حيث الجزء الثاني هذا صرف لنا مدات اللغة العربية للصف الأول فقط ما بارك من طلاب عددهم 230 طالب بدون كتاب وإن الكتاب التي كانوا موجودين عندنا فيما سبق قسمنا الكتاب لثلاث طلاب عمي للجار المشير وغيره من العاملين في مهمة إبقاء الطلبة مرتبطين بالعملية التعليمية ذهب بعض الآباء لتغطية النقص في جانب الكادر التعليمي وهما استدعى بعضهم للتطوع كسد احتياج ضروري خصوصا في ظل غياب دور الحكومة والمنظمات المختصة بسبب الوضع المتدهور في اليمن وغياب الكادر التعليمي اضطريت إلى التدريس في المدرسة لغياب المدرسين والمتواجدين الكادر التدريسي السابق في المدرسة مع كل ذلك يبقى وضع المدرسة العكاسا لما يعانيه القطاع التعليمي في المحافظة عموما منذ انقلاب ميليشيا كثفت من انتهاكاتها للتعليم من قصف المدارس واستهداف البنية التحتية بهدف قصف عقول جيل كامل ليسهل طمس هويتهم الوطنية وغرس قرافتها هنا حيث يتأرجح واقع العشرات من الطلبة بينما دمرته آلة حرب ميليشيا الحوثي وغياب للبيئة التعليمية المناسبة يستمر تفاقم المشاكل حيث يواجهونها بهمة كبيرة لمواصلة التعلم والمضي قدما نحو المستقبل وان شوهت الحرب حاضرهم على خالد قناة بالقيس تعز